اشتركوا في القناة والدول التي تبذل الغالي والنفيس من أجل سيادتها الأمر الذي دفع العراقيين لأخذ زمام المبادرة وإعلان المقاطعة الشعبية للمنتجات الإيرانية حملة كبيرة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات والبضائع الإيرانية التي غزت الأسواق العراقية بعد أن حولت طهران البلاد إلى مكب لسلاعها الرديئة مقابل الحصول على العملة الصعبة وإنقاذ اقتصادها المتهالك وسط ارتفاع الأصوات لتجنب التعامل مع الشركات الإيرانية ومقاطعة السفر إلى إيران رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على محافظة أربيل شمالي العراق في اعتداء سافر على السيادة الوطنية مقاطعة حظيت بتفاعل واسع من قبل العراقيين شارك فيها آلاف الأشخاص معبرين عن رفضهم للاعتداءات الإيرانية فيما أحيت المقاطعة دعوات الاهتمام بالمنتج الوطني والاعتماد عليه بدلاً عن دعم أعداء العراق ومن يتسببون بقتل أبنائه إيران التي تعتمد على أذرعها لدعم اقتصادها المتهاوي والتخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية عليها تواجه سلاح المقاطعة الشعبي الذي أثبت جدارته في تكبيل قوى العدوان والاحتلال خسائر كبيرة كما حصل بعد معركة طوفان الأقصى في غزة الأمر الذي سيشكل ضربة اقتصادية لإيران ويضعف نفوذها الاقتصادي خطوة جاءت بعد عجز حكومة الإطار الولائية عن الرد على العدوان الإيراني بحسب مدونين معتبرين الخطوة جزءاً من ردود شعبية أخرى سيجري العمل بها في قادم الأيام للتنديد بمقتل النساء والأطفال في القصف الأخير على أربيل ترجمة نانسي قنقر